هل يؤثر التأجيل على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان؟ يعني بصورة أخرى إجراءة في موعدها أفضل كل تأخير مثلا لا يصب هذا يرسل رسالة السلبية للداخل للخارج لبناء المؤسسات في إقليم كردستان ولكن أيضا موضوع لم يتبقى سوى شهرين ونصف ليست بالمدة الطويلة أو الكبيرة لإجراءة الانتخابات ولكن نحن مع إجراءة في موعدها كلما كان هناك سرعة في إجراءة الانتخابات أفضل من تأخيرها لذلك لا نتمنى أن يكون هناك تذرع أو خلق ذراع وحجج من قبل الطرف السياسي الآخر نتمنى إجراءة في موعدها والإتحاد الوطن الكردستاني مستعد لإجراءة الانتخابات في أي وقت إذا كانت هناك انتخابات يوم غد كما أشار أحف قياده الحزب فنحن مستعدين لإجراءها يوم غد يعني هناك استعداد فني ولوجستي ونفسي أيضا الاتحاد الوطن الكردستاني للدخول في هذه الانتخابات النتائج الجيدة التي حققناها في كاركوك ونينا وديالا وصلاح الدين أيضا الخارطة السياسية نظام الدوار المتعددة سيخلق التنافس الحقيقي بين الأطراف حتى موضوع المكونات لن يتم استغلالها من قبل طرف سياسي واحد كما كان سابقا سيكون هناك تنافس بين هذه المكونات اختيار ممثلين حقيقيين لأن الحكمة في موضوع الكوتا المشرع العراق وفي أقليم كردستان هو اختيار ممثلين حقيقيين وليس استغلاله من قبل طرف سياسي واحد لذلك هناك الكثير من المتغيرات النوعية في هذه الانتخابات مع مشاركة سياسية نتمنىها جيدا لمواطنين الأقليم سنتحدث عن خارطة سياسية مختلفة عن السنوات السابقة وعلى الأقل تمثيل حقيقي أن كل محافظة سيكون لها نسبة من أعضاء البرلمان يمكن تستاني يتناسب مع الكثافة السكانية وهذا كان غائبا في السنوات السابقة اشتركوا في القناة